امي يا ستي انت لسه قاعدة هتيلك شوية طماطم كده حلوين قبل ما تغلى هتوفر عليك في الوقت والمجهود وهتريحك جدا في رمضان او غير رمضان طبعا انا متوقعة ان يا سعرها يغلى قرب شهر رمضان الكريم اصبحنا بالنام ونقوم نلاقي كل حاجة زادت الضعفة الحقت نفسي وجبت شوية حلوين بتغسليها كزا مرة تحت المياه الجارية في طبق وفي اخر غسلة بتضيفي شوية خل وتسيبيها منقوعة دقتين تكون معاكي زي الفل بتجيبي بقى الكمية اللي انت عاوزها وتقسميها على الحلل بتاعتك على حسب الكمية اللي انت اشترتيها هنجيب بقى السكينة ونقطع الجزء اللي من فوق ونقسم الطماطمية على نصين من شروط نجاح تفريز الطماطم لازم تكون حالتها جيدة لو لقتي الطماطمية من قلبها اقدر ولا حاجة اتخلصي منها تماما انا طبعا جايب اقدي الكمية دي الضعف بس اقولت وليكم كمية صغيرة عشان ما طولش عليكم مليت الحلة وبدون مية ولا اي حاجة ضفتها على النار لحد لما تنزل كمية السويل اللي بتكون فيها شايفين نزل منها مية قد ايه هسيبها تتبخر ما تغطاش ولا حاجة لحد لما تنزل للنص هو ده اللي انا عاوزها لو عندك هند بلندر اشتغل بيه على طول كده وهي سخنة نعاميها وصفيها لكن لو هتشتغلي بالخلاط لازم تسيبيها تبرد تماما عشان ما بواسي سكنة الخلاط نقلتها في بولا تانية وسبتها تبرد وهبدأ ان انا اضربها على دفعات في الخلاط بتاعي بعد كده جبت بولا ومصفة وهبدأ اصفي كده التماطم بعد لما تتضرب على دفعات لحد لما خلصت الكمية كلها في شوية انا صفتهم وشوية تانيين هقول لكم ليه انا مصفتهمش وهنستخدمهم في ايه انزلي بقى بشوية التماطم اللي اضربناها وقلبي كده بسباتيولا واي معلقة لحد لما تتخلصي من القشر والبزر وتكملي لحد ما نخلص الكمية كلها شايفين طلعت كمية قشر وبزر قد ايه اول بولتين اللهم مبارك ان طبعا عاملة كمية كبيرة دول انا مصفيهم النوع الاولاني ده التماطم الوسط فيه ناس كتير بتحبها مش هنرجعها تاني على النار وتتفرز على كده النوع التاني الصلصة المركزة هضيف الكمية دي في حلة واسيبها تستوي على النار هادية خلص لحد لما تتسبك قوي تبقى زي الصلصة لمشتريها مبرر اما النوع التالت ده مش مصفيه هنستخدمه في تسبيكة المحاشي والخضر دي بقى الصلصة سيبها تستوي على النار هادية هام حاجة غطيها لانها بتترتش ويبهد بالدنيا فجي بالك على ايه بيك لانها بجد لسوعتني وتعبتني جدا كزا حرقة كده في ايه دي بسبب الترتشة بتاعة الصلصة فغطيها كده بورقة جبت بقى حلة كبيرة وانزلت بشوية زيت كده حلوية ما تبخليش وانزلي بالبصل مفروم فارم خشن اللي بيه الحد ما ياخد افتح درجات اللون الدهبي من الكرمل الجميل ده بالتقريب كده لكل كيلو بصل من كيلو ونص من كيلو تماطم بتكون حلو قوي وهننزل بالتماطم انا دي مش مصفيه حابة صفيه زي ما انت يا عاوز لكن احنا تماطم المحشي او الخضر ما بنصفيهاش وبنضيفش لبغارات ولا اي حاجة خالص غير شوية سكر بعد كده تستخدميها في انواع الخضار صنية بطاطس تعملي اي نوع خضار حباه مع المحشي وباقي بقى الاضافات بتاعت الوصفة بتكون روع ودي احلى طريق التفريز الحقيقة انا جربتها لتسبيكة المحشي هبدأ بقى اكيس معاك واول نوع عمناق التماطم الوسط يعني بتغلي غلوتين تلاتة زي ما شفتو كده يتبخر كمية السوال شوية اللي بتكون فيها نضربها في الخلاط ونصفيها ومش بنرجعها تاني على النار بيكون تعمها قرب للفريش بيكون لونها افتح في ناس كتير على فكرة بتحبها انا قلت بقى ارضي جميع الازواء في حلقة النهار دا هدى بقى اكيسها بالكمية اللي تحبوها وتخرجي الهواء وتربطي الكيس دي اول طريقة دي الطريقة التانية لو متوفر عندك اطباق فون هتبطتي كده ما بتاخدش مساحها ابدا الطريقة دي في الفريزر بفضلها قوي ملاحظين يا جماعة لونها فاتح عكس بقى الصلصة المركزة اللي هتشوفوها بعد شوية اما شلتها من على النار ضفتها في بولة اكبر طبعا الكمية بتاعتها قلت للنص بيكون لونها احمر داكن ودي انا بسابها فراف في التلاجة فلازم اضيف عليها مادة حفظة زي السكر شوية سكر كده وقلبها واسبها وتبرط تماما وهوريكو القوان بتاعها بعد شوية لما تبرط قدقية تقيل وتحفى يغنيك ان تشتري اي صلصة معلبة فيها كمية مواد حفظة رهيبة ودي بقى احلى تسبيكة محاشي وخضار الحقيقة انا جربتها بدون اي اضافات ولا بهارات ولا اي حاجة خلص ولا خضرة لو هتعمليها للمحشي ولا حاجة خلص بتطلعها من الفريزر هوليك على ذلك كحيل وسخنيها في حلة ودي في بقى بهاراتك على حسب بقى الوصفة اللي انت هتعمليها صنية بطاطس شوية خضار كوسة حابة تطبخيها بسلة المحشي طبعا هسيب لكم لينك خلطة المحشي الرهيبة في اول التعليقات ان شاء الله بالصالصة دي اكنك لسه عاملها او اضيفي بهارات عليها ولا ملح ولا اي حاجة هي كده طعمها رائع ادي بقى الصالصة المراكزة بتاعتنا بردت يعني 3 ا4 معلق منها يعملولك طبخة محترمة في شرط هنا البرتمان اللي هتستخدميه لازم تضيفي على الواجه شوية زيت كده محترمين ده اساسي اللي بقى بقى هضيفه في العلب البلاستيك دي كانت متوفر على فكرة سعرها مش غالية وبيكون جميلة جدا ما بتاخدش مساحة ابدا في الفريزر زي ما تحبوا المتوفر عندكو اشتغلوا بيه هبدأ بقى اغطي والاستيكر الجميل بتاعنا عشان ما اطلغبطش ساعات الواحد بينسى ودي بقى حلقة النهاردة يارب اكون افدتكم معلش ازا كنت طولت عليكم بس بجد تستاهل حقوا فرزوا قبل ما تغلى ان شاء الله وتجربوا الطرق دي هتنفعكم جدا وتوفر عليكم في الوقت والمجهود بازن الله ان شاء الله بقى انتظروني في حلقات جاية كتير وكل سنة وحضراتكم طيبين والسلام عليكم